ماتشين مهمين بس بداية قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة ماتشين مهمين جدا نهاردة رجالة الاهلي باسكت هيقابلوا سبورتينج ان شاء الله المباراة ساعة هتكون الساعة تمانية ونص وكمان رجالة الطايرة هيلعبوا مع هليوبلس الساعة تمانية وان شاء الله بإذن الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي النهاردة خليني اخد حضراتكم شوية هنتكلم طبعا على السعدادات خصوان الفوز النهاردة كانت مرياحة يعني فيه راحة من مصر مسلماني من التدريبات وهنتكلم على الماتش بتاع سينبا بس انا حابة باخد حضراتكم لحديث الساعة شوية نتكلم شوية على مواجهتين بكرة يعني جامدين جدا وبرضو يوم الاربع الحقيقة مواجهتين لا يقلوا اهمية او جمودية عن مواجهات بكرة طبعا اللي بمصر كلها مستنيها ماتش ليفر بول وريال مدريد وكمان انا شايف انه ماتش تاني هيبقى ممتع جدا فيه كرة قوية جدا منشستر سيتي مع بروسيا دورتموند خصوصا انه انا برشح السيتي بقوة انه هو يكون حامل لقب الشامبينز ليج السندي يبتدي مع حضراتكم بالريال والليفر لانه الحقيقة المباراة دي مش بس عشان نجمينها محمد صلاح هيشارك فيها لكن كمان ظروف الفرقتين السندي عدم استقرار الفرقتين على مستوى المنافسات المحلية غياب عدد كبير جدا من النجوم تراجع المستويات بشكل كبير فبالنسبة لهم المباراة دي لكل طرف من الطرفين حياة وموت يعني بالنسبة لريال وبالنسبة لزيدان بالنسبة للليفر وبالنسبة اليورجين كلوب هم يعني المباراة دي تمثلهم يمكن تكون اهمية كبيرة جدا لانها الامل الوحيد المتبقي في هذا الموسم اعتقد كمان من ناحية تانية الحتة السقرية شويها طبعا زكريات نهائي اللي جمع بين الفرقتين وزكريات كمان إصابة صلاح وكتير من صحف العالم مش احنا اللي بنقول ده كتير من صحف العالم قالت ان المواجهة دي هتكون مواجهة نارية وثقرية هل هيقدر ليفر ان هو يخلص طاره من ريال ده اللي احنا مستنين مباراة انها تكشف عنه طبعا نتكلم على الريفنج او السقر بين صلاح وراموس وانه لازم يجيب حقل حد ما راموس تأكد يعني غيابه عن المباراة عن ريال مدريد بسبب الاصابة طبعا وانه الحقيقة يعني لما احمد بيسألني متوقع ايه غياب راموس هيأثر كتير مع ريال مدريد يمكن كنت بشوف الجارديان امبارح كانت كتبة انه اخر عشر مباريات لريال مدريد في الشامبيونز ليج او في دوري ابطال اوروبا من غير راموس خسر ريال مدريد سبعة منهم ويتكلموا على انه قد ايه وجوده مهم جدا في قيادة الفريق بشكل عام وانه ليه دور كبير وانه ممكن تكون الاصابات مأثرة بشكل او باخر الفترة اللي فاتت على راموس بسبب ان هو 35 سنة ده مش كلامي ده كلام الجارديان انه ممكن يكون 35 سنة فيه تأثير بسبب ده او سنه كبر او كده ولكن انه في الاول وفي الاخر بيفضل هو عند زيدان يعني قائد الفريق وبيفرق جدا في تشكيلة الفريق وطبعا في السيطرة في الملعب عنده شخصية بيعرف يتعامل مع زميله في الملعب زي ما احمد قال هو فكرة انه الفريقين على المستوى المحلي مش افضل حاجة مش بس ليفر بول ولا بس ريال مدريد ولكن بتيجي تبص عليهم في الشامبيونز ليج لأ بتلاقي النتائج مختلفة ممكن يبقوا فيقين شوية فده ده اللي بيخلي انه فيه شوية الواحد مش عارف يقول مين الاقرب انه هو يكسب يعني مين الاقرب من الماتش بتاع بكرة يعني فالحقيقة انه ليفر بول المعاناة اللي عنده كبيرة قوي بالسبب غير وفيه غياب كتير من اللعيبة وده اللي مخلي موقعة 2018 او نهاية 2018 متغير يعني فيه لعيبة كتير متغيرة حتى عنده ريال مدريد مش بس ليفر بول انت دلوقتي عنده غيابات كتير اقوي في ليفر بول مخلية يورجين كلوب بيعد الماتش بالعافية اي ماتش بقا هو بيلعب اي حد في الدوري الانجليزي فصعب عليه مواجهة ريال مدريد وريال مدريد برضو مش يكون سهل عليه مواجهة ليفر بول انت بتكلم برضو على انه فيه لعيبة كبيرة اقوي موجودة محمد صلاح كل اللعي ريال مدريد تتكلم عن عدقية بمواجهة محمد صلاح أكيد مهمة وكبيرة هم كمان نجوم وكبار ولكن يا أحمد توقع النتيجة حساها شوية بصرف النظر عن النتيجة متوقحة لكن أنا عايز أقولك أن نتيجة المباراة دي هتحدد بشكل كبير جدا خط السير بنسبة الفرقتين الخسران هيدفع فطورة كبيرة جدا وأعتقد أنه بزيدان في حالة خسارته وهيبقى موقفه مع أو موقف استمراره مع ريال مدريد صعب شوية كلوب ممكن جدا خسارة ليفر بول وإحنا سمعنا الكلام ده على للسين وفي تصريحات قبل كده أنه في وقت ملأوقات لما يحس أنه مش قادر يدي من الممكن أن ياخد قرار بالابتعاد وأعتقد أنه الهزة اللي حصلت لليفر بول ما كانتش بس بسبب غياب النجوم يعني أنا بالتأكيد فيه النجوم كانوا مؤثرين جدا في المشوار ليفر بول على مدار السنوات الأخيرة أهمهم طبعا برجي فاندايك لكن فاندايك لوحده يعني مهما كان قدرته مهما كان إضافته لفرقة ليفر بول ما يسببش غيابه الهزة الكبيرة دي الهزة سببها أنه فيه حاجات كتير جدا جوه الفريق فيه ما تعلق بعلاقة يورجين كلوب مع بعض النجوم فيه حاجات كتير جدا اتغيرت في السيستم كله عن السناتين ثلاثة اللي فاتوا عشان كده وصلنا للمرحلة دي عشان كده بقول أنه الخسران اللي هتلع من الموقعة دي خسران أعتقد أنه هدفع فطورة كبيرة جدا مش بس هتكون الخروج من دوري أبطال أوروبا لكن كمان يمكن تبعات الخسران دي تتعدى ما بعد الخروج من الشامبينز ليج الماتش التاني أنا بشوف الحقيقة فرقتين بيقدموا كرة طبعا دورتموند على مستوى الأرقام والنتائج مش أحسن حاجة في الدورتموند لكن يازال بروسيا دورتموند واحد من أكتر الفرق اللي بتقدم كرة ممتعة على مستوى العالمي وبمناسبة على مستوى العناصر الفردية أنا بشوف أن عندهم كتير من العناصر الحقيقة تستحق أنها تلعب وهي بالفعل مطمع لكتير من فرق أوروبا أمهم طبعا سانشو وهولند اللي بيقودوا هجوم البيرن ورئيس طبعا ولكن طبعا سنه الكبير بيمنع لكن أنا بكلم حضراتكم على نجوم من ناحية الفردية في الملعب ليهم وزن وتقل كبير جدا على الناحية التانية عملاق إنجلترا الحقيقة اللي بيقدم موسم أكتر من رائع استعاد بي قوته استعاد بي رونقه استعاد بي فعاليته بيغرد منفردا في الدوري الإنجليزي بيقدم كرة بصرف النظر عن النتائج والأرقام هنا بقى الكرة بالتأكيد هي الأكتر إمتاعا يعني بشوف أنه الوريس الشرعي لتيكي تاكا البارسا هو في الفترة الحالية اللي بيعيشها المان سيتي بيقدم موسم أكتر من رائع وأتمنى الحقيقة أنه يوفق لأنه أنا بحس أنه من أكتر الفرق المصدومة أو حظها وحش فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا